التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بالعاصمة عدن يوم الأحد اللواء الركن عبدالله يحيى جهبر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية والملئة وفي اللقاء الذي حضره اللواء صالح السيد عركان القوات البري الجنوبية مدير أمن محافظة لحج واللواء فضل البعش قائد قوات الأمن الخاصة عدن لهج أبيان الضالح اطلع القائد الزبيدي من الوكيل جهبر على سير العمل في قطاع الموارد البشرية والمالية بالوزارة والجهود المبذولة للارتقاء بأداء القطاع وتطوير آلياته لمواكبة تطورات المرحلة واشدد الزبيدي في اللقاء على أهمية بذل المزيد من الجهود لترتيب وتظيم قطاع الموارد البشرية والمالية في الوزارة بما يضمن صرف مستحقات القوات الأمنية بصورة منتظمة وتجاوز الاختلالات التي شهدتها الفترة الماضية